المجز الرياضي من الجزائر الدولية أهلا بكم كشف التقارير إعلامية سعودية عن تدهور علاقة النجم الفرنسي كاريم بن زيمة ومدربه البرتغالي نونو سانتوس وأكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلا عن مصادر مطلعة أن العلاقة متوترة بين الطرفين مشيرة إلى أن المدرب سانتوس أوضحان اللاعب بن زيمة لا يناسب طريقته في اللعب ولم يطلب التعاقد معه في حين كشف بن زيمة للمفاوض السعودية الذي أقنعه بالقدوم للسعودية عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة بطريقة غير احترافية من مدرب المرتغالي قدم الأربعاء نادي كوريتيبا البرازيلي لعبه الجديد الدولي الجزائري اسلام سليماني الذي انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر قادما من أندرلاخت البلجيكي وذكر النادي البرازيلي في وقت سابق عبر حسابه الرسمي أن نجمة الجزائرية البالغة من العمر 35 عاما قد وقع بشكل مسبق على عقود انتقاله إلى النادي البرازيلي يقترب نادي برشلونة الاسباني من حسم صفقة انتقال البرتغالي جوو كانسيلو ظهير منشستر سيتي وبحسب صحيفة موندو دي بورتيفو الاسبانية فين الساعات المقبلة قد تشهد إعلان الاتفاق بين برشلونة ومنشستي حول الصفقة وضفت الصحيفة أنه من المتوقع اتمام الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجري خاصة أن لاعب يعتبر من أولويات المدرب تشافي هيرنانتيز تأهل العداءان الجزيريين جمال سجاتي وسليمان مولا إلى دور نصف نهائي للسباق 800 متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى ببيودابيست ونجح نائب بطل الحالة في تخصص 800 متر جمال سجاتي من انتزاع بطاقة تأهلين المربع الذهبي حقب احتلالها الصف الثاني في السباق التصفوية الثالث كما احتل مواطنه سليمان مولا المركز الثالث للسباق التصفوية السادس هذا وسيدخل كل من سجاتي ومولا منافسات نصف النهائي مساء اليوم حيث يستهدف العداءان الجزائريين التأهل إلى المباراة أو إلى النهائي أحرز القطري معتز عيسى بورشوم الميدلية البرونزية في الوثب العلي ضمن بطولة العالم لألعاب القوى دائما ونجح بورشوم في تجاوز مترين وثلاثة وثلاثين سنتيمترا قبل ان يخفق في محاولاته عند ارتفاع مترين وستة وثلاثين سنتيمترا ليكتفي بالمركز الثالث في معادة الذهبية إلى الإيطالي تام بيري الذي تجاوز مترين وستة وثلاثين سنتيمترا فيما آلة الفضية للأمريكي هاريسون انتخب القطري سعود بن علي الثاني رئيسا للاتحاد الدولي لكرة السلة للفترة الممتدة من 2023 حتى 2027 خلفا للمالي هامان نيونغ وهذا خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة في العاصمة الفلبينية مانيلا وقيمت الانتخابات على هامش بطولة العالم التي ستصدفها الفلبين واليابان واندونيسيا والتي ستنطلق في الخامس والعشرين أو تلجري وتدوم إلى غاية العاشر من سبتمبر المقبل وقال سعود بن علي الثاني في تصريحات لالاتحاد الدولي للعبة انه لشرف عظيم ان يتولى هذه المسئولية وسيعمل بشد مع قادة الاتحاد الدولي لكرة السلة من اجل النهوض باللعبة وقيمت فعاليات اختبارات الفروسية في قصر فيرساي في طار استعدادات فرنسا لدوارة الالعاب الأولمبيا باريسا 2024 وركزت الخيول عبر حدائق قصر فيرساي للتأكد من أن المسار الذي يبلغ طوله خمسة كيلومترات جاهز وستنظم فيرساي الجزء الخاص بسباق اختراق الضاحية بالإضافة إلى سباق الخماسية الذي سيضاف للأولمبياد لأول مرة العام المقبل وقبل 338 يوما فقط من أكبر حدث رياضي على وجه الأرض فدت التقارير أن منظمي باريسا 2024 قرروا أن لن تقام أي مسابقة الفروسية في فيرساي قبل الألعاب ويرجع ذلك للحفاظ على الموقع ختام الموجزة رياضي مزيد من الأخبار تابعونا عبر مختلف منصات قناة الجزائر الدولية إلى اللقاء اشتركوا في القناة